اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الجسم اللي عندي هنا يتحرك بعجلة منتظمة لما يكون سرعة لاية يتحركها بمقادير متساوية في ازمينة ايه متساوية فعندي هنا رقم الف اذا تغيرت سرعة الجسم بمقادير متساوية في ازمينة متساوية طبعا دي الإجابة الصح رقم ب اذا تغيرت المسافة التي يقطع الجسم بمقادير متساوية في ازمينة متساوية ده هنا بيكلمنا على مين على المسافة يبقى هنا بيكلم على سرعة منتظمة وليس عجل إيه منتظمة إذا ما فعش معنا إذا تساوت السرعة المتوسطة اللي هي عين شرطة مع السرعة المنتظمة طبعاً كلاً ضغلت أي العلاقات البيانية التالية تمثل حرك الجسم ما بسرعة سابتة بيكلم على سرعة هنا مفروض بيدور على علاقة بين حكتين بين اللي هي الزمن بالثانية وبين اللي هو المسافة بالمتر فنعندي هنا علاقة بين الزمن وبين اللي هي المسافة بس هنا ديت عبارة عن سرعة غير منتظمة هنا سرعة ايه سرعة منتظمة انما عنده هنا الجسم ايه الجسم الساكن طب هنا عاوز مين عاوز سرعة ايه سرعة سابتة يبقى نختار مين اللي هي رقم به اللي هي سرعة ايه السرعة اللي هي بسمها سرعة سابتة او سرعة ايه اللي هي منتظمة اذا تحرك جسم من السكون معنا كده عندنا عين واحد يبقى عين واحد بتسوي سفر بانتظام حتى بلغت سرعته عشر متر كل ثانية يبادئت عبارة عن اثنين بعد دي اثنين ثانية ده عبارة عن الزمن من بدء الحركة فإن التغير في سرعة الجسم خلال اثنين ثانية ترى كم متر لكل ثانية هو عاوز من التغير في السرعة يعني عاوز تطالب مني دلت عين دلت عين عند هنا يعني الفرق من السرعتين أنا عند هنا السرعة النهية كنب كام بعشر يعني عين اثنين معناها عين اثنين ناقص عين واحد ده القانون تمام تعال نعوض بقى عين اثنين بكام بعشر ناقص عين واحد بكام قال لي بنسكون يعني بسفر لما اطرحنا من دي يطلع لي كام عشر بجيب ايه سرعة وحدة متر كل ثانية يبقى عند هنا النهية كام عشر متر كل ثانية طلب مني الحجة التنامين العجلة طب احن عارفين العجلة بتسوي الشيء العجلة اللي هي جيم بتساوي عين اتنين ماقص عين واحد على دلتزين تعال نعوض عين اتنين بكم عين اتنين عندنا بعشر وعين واحد بكم بسفر ودلتزين بكم باتنين ثانية يعني معناها عشرة على الاتنين عشرة لاتنين فكام خمس انا بجيب ايه العجلة الوحدة بتاعتي متر لكل ثانية تربيع يبقى كام الناتج خمسة الجدول المقابل يوضح نتائج تم تسجيلها لحرك الجسم ومنه يتضح ان هذا الجسم يتحرك بايه طرح تعال نبص كده على شكل هنا كام ده الاول علاقة بين حكتين بين المسافة وبين الزمن مسافة وزمن يبقى معناه كده بتكلم على مين على سرعة يبقى عندي عين اللي احنا فاكرين اللي هي السرعة بتساوي فيه على زين طيب حلو قوي فانا عندي هنا مديني كام عشر على واحد لو انا اسمت المسافة ده هي عشرة على الزمن واحد هيطلع لكام عشر طيب لو انا اسمت عشرين على كام على الاتنين هيطلع لعشر طيب لو انا اسمت تلاتين على تلاتة تلاتين على تلاتة هيطلع لإيه عشرة متر لكل ثانية ده هو نفس الرقم في كل الحالات يبقى هنا عشرة هنا عشرة هنا ايه هنا عشرة معناه كده اللي هي قدام ديتنا عبارة عن مين عبارة عن سرعة منتظمة يبقى اللي قدام ده عبارة عن سرعة ايه سرعة منتظمة هنحلم مع بعض كده اسألة البنك الأسألة اكتب المصطلح العلمي ابدأ اللي على كل عبارة من العبارات الاتية رقم واحد الحرقة التي تتغير فيها سرعة الجسم المتحرك بمرور الزمن بيكلمنا على سرعة وبالنسبة للزمن يبقى هنا بتكلم على مين على الحرقة المعجلة الحرقة المعجلة مقدار التغير في سرعة الجسم في الثانية الوحدة مقدار تغير يعني دلتة عين على دلتة زين يبقى أنا بتكلم على مين على اللي هي العجلة العجلة اللي هي جيم ناتق قسمة التغير في سرعة الجسم اللي هي دلتة عين على الفترة الزمنية التي حدث فيها التغير اللي هي دلتة زين دلتة عين على دلتة زين هيديني مين هيديني العجلة تغير سرعة الجسم بالزيادة أو النقصان بمقدار متساوية في أزمنة متساوية هنا تغير فين في السرعة خلي بالنا تمام ومقدار متساوية في أزمنة متساوية بدي بيسميها عجلة ايه منتظمة العجلة المنتظمة العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في ازمينة متساوية قال لي تتزايد خلي بالنا يبدي اسمها عجلة منتظمة موجبة العجلة المنتظمة الموجبة عشان قال لي ايه تتزايد تناقص سرع الجسم متحرك بمعدل ثابت الى ان يتوقف دي تنوى العكس بقى بسميها عجلة منتظمة اللي هي ايه السالبة العجلة المنتظمة السالبة العجلة التي يتحرك بها الجسم عندما تكون سرعته النهائية اللي هي عين اتنين اقل من سرعته الابتدائية طالما عين اتنين اقل من عين واحد معناك دي دي تعبار عن اللي هي العجلة اللي هي المنتظمة السالبة العجلة المنتظمة السالبة اكمل الاشكال الاتية بما يناسبها يستخدم علماء الفيزياء الوسائل الرياضية مثل النقط ونقط للتنبؤ بالعلاقات بين الكميات الفيزيائية المختلفة بيستخدموا حاجتين اول حاجة اللي هي الجداول الجداول البيانية الجداول البيانية والاشكال البيانية اشكال البيانية ممكن طبعا اول الجداول بس تمثل حركة الجسم بسرعة منتظمة فيها العلاقة البيانية المسافة والزمن مسافة وزمن بخط ايه طبعا بخط اللي هو مستقيم مائل مستقيم مائل هي مر بنقطة اللي هي الاصل اللي هي سفر و سفر لو احنا فاكرين العلاقة بين نرسمها وبعض كداش نفهمها كان عندي هنا علاقة بين حاجتين علاقة بين حاجتين علاقة بين اللي هي الزمن وبين مين وبين المسافة اللي هي فيها وخط بحصل العالميين على خط مستقيم مائل بالشكل ده يبا هنا اللي قدام ده عبارة عن سرعة ايه سرعة منتظمة من الشكل البيانة مقابل مقدار المسافة التي يقطعها الجسم المتحرك بعد ثلاث ثواني من بدء الحركة يطار يسوي كم متر وبيسألنا على مين عاوز المسافة اللي هو فيها طب هنا مدين ايه ده مديني زين اللي هو الزمن ومديني عين اللي هي السرعة لو احنا فاكرين المسلس بتاعنا المسلس بتاعنا لو احنا فاكرينه كان فيه ثلاث حاجات عند هنا عين وعند هنا فيه وعند هنا ايه زين صح ولا لقاه حال وقوي. هو بتكلمني على مين? مقدار مين? مقدار المسافة. يبقى هو عاوز مين? عاوز المسافة. طب المسافة بتساوي ايه? اقول له بمقان فيه. اللي هي المسافة بتساوي. عين في زين. تعال نعوض. عندنا عين بكم? عين اللي هي السرعة. السرعة. هو ايه اللي بعد هديه اللي اول? بعد ثلاث ثواني. فين ثلاث ثواني? ده الزمن. ده ثلاث ثواني. هطلع كده خط المستقيم اللي اعلى. اه بالشكل كده. اه. هي ديني كم? امشي كده عشان اوصل لمن? اوصل للسرعة اللي هي كم قدامي اللي هي اتنين. يبقى السرعة بكم باتنين? فيه? الزمن ايه اللي بعد هديه? بعد ثلاث ثواني. يبقى هضرف كم في تلاتة? اتنين في تلاتة بستة. طب انا بيجيب ايه? بيجيب مسافة الواحدة بتاعتين متر. يبقى قولوا النات كم بستة متر. المعدل الزمني للتغير في المسافة. معدل زمن يعني بتكلم على زمن وبتكلم على مسافة. يعني مسافة على زمن. المسافة على الزمن. يبقى انا بتكلم على مين? بتكلم على السرعة. ليه عين? بينما المعدل الزمني اللي تغير في السرعة يعني سرعة على زمن. يبقى انا بتكلم على العجلة. العجلة. عندما تقدر المسافة بالمتر والزمن بالسانية تكون واحدة قياس السرعة متر لكل ثانية ووحدة قياس العجلة متر لكل ثانية تربية العجلة المنتظمة قد تكون ايه يا متن تكون مجابة لو النتج اللي عنده بالمجاب اما النتج اللي عنده لو هو بالسلبة سماها سلبة عجلة منتظمة سلبة عندما يبدأ الجسم حرقته من السكون يعني عين واحد بسفر فانه سرعته اللي ابتدائية اللي هي عين واحد عين واحد تساوي كم هتساوي سفر ويتحرك بعجلة ايه منتظمة طبعا في الحالة ديت هنا هتكون ايه عجلة منتظمة اللي هي مجابة مجابة ايه علشان في الحالة ديت هكون عين اتنين اكبر من عين واحد او ممكن عكس اقول له عين واحد اقل من عين اتنين عندما يتحرك الجسم بعجلة منتظمة مجابة مجابة يعني عين اتنين اكبر من عين واحد تكون سرعته نقط اكبر من سرعته نقط ما احنا جسا إليه عن اتنين اللي هي مين اللي هي سرعته النهائية سرعته النهائية اكبر من سرعته مين الابتدائية هو ممكن اخلاقه برموزة اكتب له هنا اللي هي عين اتنين. ودي يد مين? عين ايه? عين واحد. عندما يتحرك. عندما يتحرك الجسم بسرعة نقط تكون نقط مساوية للسفر. احنا هنا بيكلمنا عن مين? بيكلمنا عن اللي هو السفر. لما الجسم عندي يتحرك بسرعة ايه? باول حاجة بيكلمنا على السرعة. لما الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. منتظمة. في الحلقة دي اتنه هو هكون العجلة ايه? العجلة بتسوي سفر. ما الامتى العجلة يكون عندي? اللي هي مجابة او سلبة. لما الجسم عندي يتحرك بسرعة غير منتظمة. الشحنة التي تتحرك على طريق افقي. بسرعة منتظمة مقدارها 16 متر كل ثانية. لمدة اربعة ثانية. تكون مقدار عجلة حركتها خلال هذه الفترة. يطرق دي. وبسألنا على مين? على مقدار مين? مقدار اللي هي العجلة. طب هنا اقل لي ايه? قال لي سرعة مين? سرعة منتظمة. طالما السرعة منتظمة معنا كده العجلة هكون بكم? هكون بسفر. زي السرعة اللي يابليه. بس هنا طبعا بيتحك على ايه ومدين ارقام. فهنا اقول له خلال هذه الفترة اقول له بتسوي كم? بتسوي سفر. بسفر ليه? عشان قال لي سرعة ايه? سرعة منتظمة اخلي بنا. الشكل البياني المقابل. الشكل البياني المقابل. يوضح العلاقة بين سرعة الجسم. سرعة الجسم. والزمن. يبقى دي. ونوحة ايه? طب تعالوا بص على النوع الاول كده. زي ما احنا شايفين السرعة اللي عمل يحصل لها مع مرور الزمن عملت اللي معنا. معنى كده ان عين اتنين اقل من عين واحد. تمام? او عين واحد اكبر من عين اتنين. يبقى اللي قدامي دي اتنا هم بسميها عجلة ايه? عجلة منتظمة سالبة. يبقى نوحة عجلة منتظمة سالبة. طب دلوقتي عايزيني جيب مين? اللي هو المقدار بتاعها. طب اجيب ازاي? هنكتب القانون بتاعنا. اللي هو جيم. هقول له بما انه. بما انه. جيم. بتساوي. عين اتنين. ناقص. عين واحد. على دلتزين. طيب حلو قوي. فين عين واحد وعين اتنين? انا عندي عين واحد هنا اللي هي مع بداية الزمن اللي هو بسفر. يعني عندي هنا زمن بايه? بسفر. كانت عين واحد بكم? بتلاتين. يبقى عندي نكتب المواطيات الاول كده. يبقى عندي واحد بتلاتين. متر كل سانية. وعندي عين اتنين فين? فين عندي عين اتنين? عندي هنا في نهاية الزمن. نهاية الزمن اللي هو كم خمستاشر. همشي كده? اوصل للسرعة اللي هنا هنا كم سفر. يبقى عندي اتنين بسفر. وعندي هنا اللي هو دلتزين. اللي هو الزمن. هجيبه منين? هابدأ هنا. كان ببداية من هي من السفر الحد كم خمستاشر? هترحه من بعض. سفر نقص خمستاشر يطلع لكم خمستاشر ثانية. يبدل تزيم بكم? بخمستاشر ثانية. طالعنا انا عوض بقى. يقول له بيساوي. بيساوي. اعوض في القانون ده. عين اتنين بكم? بسفر. ناقص. عين واحد بكم? عين واحد اللي هي بتلاتين. على كم? على خمستاشر. يعني معناها سالب. تلاتين على خمستاشر. هيطلع كم? سالب. سالب على الموجة فالسالب. فيها الاتنين. تلاتين على الخمستاشر فالاتنين. دي خمستاشر. فكم فالاتنين? بجيب هنا ايه? بجيب اللي هي العجلة. والواحدة العجلة متر لكل سانية تربيعة. يبقى اقول له هنا كم? سالب اتنين متر لكل سانية تربيعة. اختر الاجابة الصحيحة. العلاقة البيانية ايه مع الزمن للحركة? بسرعة سابتة. يكلمنا على مين? على سرعة ايه? سرعة سابتة. يمثلها خط مستقيمي يوازي محور الزمن. طب فين محور الزمن? مدين هنا مجموعة علاقات. تمام؟ عند ده الزمن. هيطل الزمن مع مين? هل مع المسافة ولا مع السرعة? طبعا هنا المسافة مع مين? اللي هي السرعة. يعني هنا الاجابة ماotامي الشكل اللي قدامي ده خل بالنا. يبقى العلاقة بين حاكتين. بين الزمن وبين مين وبين السرعة. وعند هنا طبعا دي اسمها سرعة ايه سرعة سبت لان هنا في الديئة نفترض مسلا ده الديئة الاولى هيكون السرعة سبت الديئة التانية نفس السرعة وهي كزا يبقى هنا مع مرور الزمن هلاحظ ان السرعة بتاعت ايه ما بتتغيرش يبقى عندي هنا العلاقة بين حاجتين بين السرعة وبين مين الزمن يبقى هنا العلاقة البيانية بين السرعة وبين مين وبين الزمن يعني اللي جابه رقم مين رقم دال خطة زي ما احنا شافين مستقيم يوازمين اللي هو محور السينات او محور الزمن. الشكل بياني نقط يمثل الجسم في حالة سكون. حالة سكون. طب اللي قدام ده عندي هنا علاقة بين حاجته بين الزمن وبين المسافة. يبقى اللي قدام ديتنا عبارة عن سرعة منتظمة. سرعة منتظمة. طب هنا اللي قدامي ده زمن وده ايه مسافة? وهنا الجسم ازا ما احنا شايفين هنا خط مستقيم يوازي الزمن. يبقى هنا ده اسمه اسمه جسم ايه? ساكن. يبقى عندي جسم ساكن اللي هي رقم مين رقم به? ده احنا للسائلين هنا. اللي قدامي هنا السرعة اسمها ايه? سرعة سابتة. سرعة سابتة. هنا علاقة بين الزمن وبين السرعة. طبعا دي بسميها عجلة منتظمة موجبة. واحدة قياسة العجلة احنا عارفين النجيم اللي هي العجلة. الواحدة بتاعتها متر لكل ثانية تربيع. طب هل دي موجودة قدامي? مش موجودة قدامي. طب هو عمل ايه? عمل هنا طبعا اللي قدامي ده معناها الاول كده. متر فوقه. وعند تحت سيه اللي هو زمن. اس كم اس اتنين. تمام? طيب. دي معناها اصلا اليمين اللي هي متر على س ع الس كم اس اتنين. فهو عمل ايه هنا? حول هنا اللي هو الاسم دي هنا طبعا حول اللي ايه? الى ضرب. دي لما اجrier هطلح هطلح هزاي? المتر زم هو هو هطلع ده وحولو ضرب. يعني ضوط دي معناها اللي هي ضرب. وطلع ده فوق اللي هو سيه. بعدين هنا اللي هو سيه ديت. systemic جا طلع القس ده وطلعه بعكس اشارته. ده بايه بالموجب. لما جا طلعه اطلعه ايه بعكس الاشارة اللي هو كام بيسأل باتنين. يبه ده هو ده. يبه ده هو ده. يبه نختار مين رقم ايه رقم دالي. عندما تكون السرعة الابتدائية اللي هي عين واحد. لجسم ما تساوي سفر. يبه عندي عين واحد بكم? بسفر. معنى كده الجسم بتحرك من السكون. فهزا يعني ان الجسم ايه? بدأ حركته من السكون طبعا عنديات ايه? اللي جابه صح. انما توقف عن الحرك الكلام ده لما يكون عين اتنين هي اللي بسفر. تمام? تحرك بعجلة سالبة الكلام ده لما يكون قيمة العجلة ايه? بيطلع لي بسالب. تحرك في مسار دائرة غلط. عندما يتحرك الجسم من السكون يعني عين واحد بكم بسفر. يبه عين واحد بسفر. بعجلة منتظمة. بعجلة ايه? منتظمة. فانه سرعته النهائية تتعين من العلاقة يا تار ايه من اللي قدام ده. احنا عارفين القانون بتاعنا الاساسي اصلا اللي هو جيم بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على دلتزين. تمام? ده معناها على كم? مش دي معناها على واحد? جيم دي معناها على واحد. لو انا اضربت الطرفين فلوسطيين تعالى نعملها برا كده عشان نفهمها اكتر. احنا عارفين ان جيم اللي هي العجلة بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد على دلتزين. دي معناها على ايه? على واحد. هضرب الطرفين في الوسطين. يبقى الفو ده مضروف في كان في واحد يعني اطلالي نفس الناتق. يبقى عين اتنين ناقص مين? ناقص عين واحد. بيتساوي دافده اللي هو جيم في دلتزين. هو بيستنى على مين? فانه سرعته مين? النهائية اللي هي مين? اللي هي عين اتنين. يبقى يبقى عين اتنين? بيتساوي. اللي هو ده ده بالموجب. ده بالسالب اودي الاما تاني بالموجب. يبقى عين اتنين. تمام? زائد ده اللي قدام ده اللي هو كام جيم في دلتزين. يبقى طبعا العلاقة دي احنا نحفظها كده وراح دماغنا. طبعا دي عين واحد. ده اللي ياما التاني وديته ايه بعقص الاشارة. يبقى العلاقة اللي هي قدام دي كده احفظها عشان نحل بها ايه المسألة وراح دماغنا. مش لازم عملي اللفة دي كلها. يبقى دايما لما يسألني عاوز عين اتنين هقول له بتساوي عين واحد زائد جيم في دلتزين وراح دماغه وخلاص. تعال انا عاوض بقى. انا عندي عين واحد قال لي بكام? ايه اللي بسفر? لانه بدأ منين? بدأ من السكون. يبقى ده عاوض عنه كام بسفر? يبقى سفر زائد جيم في دلتزين. السفر طبعا ولكنه موجود يتفضل لي مين? هتفضل لي جيم في دلتزين. يبقى ديت الاجابة. يبقى اللي جابة عندنا اللي هي رقم مين? رقم دالة. الجدول المقابل يوضح حرك الجسم يطرب ايه? بسرعة منتظمة. تعال انا بص على الشكل الاول. انا عندي هنا ايه? السرعة. وعندي هنا ايه? الزمن. السرعة والزمن يمفروض بتكلم على العجلة. تمام? طيب. عندي هنا مجا بص كده. هنا سفر على سفر فسفر. اتنين على واحد فا ايه? فال واحد. فال اتنين قصدي. اربعة على اتنين فال اتنين. ستة على تلاتة فال اتنين. تمانية على الاربعة فال ايه? فال اتنين. ده بيطلع لنفس الرقم. بيطلع لأيه? نفس الرقم. وانهيان بقسم مين? بقسم سرعة على زمن. يبقى معنا كده بتكلم على مين? بتكلم على العجلة? منتظمة. ده والحاجة. يبقى ده صح. وفي نفس الوقت هنا طلع لقيمة ايه? قيمة للعجلة. يعني هنا طلع لكم? طلع لاتنين. اتنين اتنين اتنين. طالما في رقم طلع معي. معنا كده اللي قدام اسمها سرعة ايه? سرعة غير منتظمة. لان لو السرعة منتظمة يطلع لكام بسفر. خلي بنا. تمام? يبقى معنا كده الاتنين دول صح. يبقى نختار مين رقم دال? هي دي الاجابة الصح. اللي هي رقم بي صح. ورقم مين? ورقم جيم صح. يبقى ده صح وده ايه? صح بنسبة لنا. يبقى نختار رقم دال. عندما تتحرك سيارة في خط مستقيم. وتطوير سرعتها من اربعة متر كل سانية الى تمانية متر كل سانية. يبقى دي عبارة عن عين واحد. وده عبارة مين? عبارة عن عين اتنين. خلال زمن قدره اتنين سانية. ده عبارة عن الزمن. فانها تتحرك بعجلة مقدرها قد ايه? العجلة نوحة ايه الاول ومقدرها قد ايه? انا عندي هنا زي ما احنا شايفين عين اتنين اكبر من عين واحد. عين واحد باربعة. وعين اتنين بكم بتمانية? يبقى العجلة اللي قدام دي اسمها عجلة ايه? عجلة موجبة. عجلة موجبة. ده اول حاجة عرفناها. عاوزين نجيب مقدارها بقى. تعالوا نكتب القانون بتاعنا كده. قولوا بما انها. بتساوي عين اتنين ماقص. عين واحد على دلتزين. تعالوا نعود. عندنا عين اتنين بكم? عين اتنين بتمانية. تمانية. عين واحد بكم باربعة? على الزمن كام? اتنين. يبقى ده اربعة? وده اتنين. لما اطرح دول يطلع لي كام? اربعة. على كام على الاتنين فأيه? فأل اتنين. بتجيب ايه? عجلة وحدتي متر لكل ثانية تربية منساش. يبقى هنا مقدارها كام اللي هو ايه? اتنين. يبقى اللي جابة الصحة اللي هي موجبة وفي نفس الوقت ايه? طلع للناتج بكم باتنين. يعني اللي جابة رقم بها. تحرك الكطار بسرعة اربعين متر كل ثانية. بديت عبارة عن عين واحد. عين واحد بكم باربعين متر لكل ثانية. وعندما استخدم الساك الفرامل اكتسب القطار عجلة منتظمة سالبة. عجلة منتظمة سالبة الركز في الكلام. مقدارها كام تمانية متر كل ثانية تربية. يبقى اللي قد ده مديت عبارة عن مين عبارة عن العجلة. تمام? لان وحدتها كمان متر كل ثانية تربية. بس هنا قال لي ايه? قال لي سالبة. يبقى عندي جيم. اللي هي العجلة? سالب تمانية متر كل ثانية تربية. فان الزمن اللي لازم لتوقف القطار. قال لي توقف القطار معنا كده عين اتنين بكام بسفر. طالب من مين? طالب من الزمن. طب اجيبها ازاي? هو نفس القانون اللي احنا عارفينه بس هبدل. ده ما هو اقول له جيم بيساوي كزا? هقول له زين? بيساوي. نفس القانون زي ما هو وهبدل هنا تحت مين? جيم? وعند هنا فوق عين اتنين ناقص عين واحد. يبقى انا مجرد ايه بدلت الاتنين تر مع بعض بس. تعال مع اول بقى. عندي الزمن طبعا ده مطلوب عندنا. بيساوي. عين اتنين بكم? بسفر عشان اللي يتوقف. ناقص. عين واحد بكم باربعين? اعلى اللي هو مين جيم? اللي هو بكم بسالب? تمانية. السفرة يروح يتفضل لي سالب اربعين على كام? على سالب? تمانية. السالب يروح مع السالب يعني بقى سامة اربعين على تمانية فكام فالخمسة. بجيب ايه الزمن الواحدة بتاعت ايه? السانية. يبقى عندي الاجابة اللي هي مين? خمسة سانية. ايه العلاقات البيانية التالية تمثل حرك الجسم بعجلة مقدرها سفر. عجلة مقدرها ايه? عجلة مقدرها سفر. طبعا عندي هنا رقم الف. عندي ده علاقة بين الزمن وبين السرعة. وطبعا دي اسمها عجلة اللي هي منتظمة سالبة مفحش اختارها. هنيجي نبص على رقم بيه كده. رقم مين? رقم بيه. طبعا ديت هنا هتمثل عجلة منتظمة. عجلة اللي هي مقدرها كام سفر. يبقى اللي قدام ديتها عجلة مقدرها كام سفر. ليه? علشان ديتها علاقة بين حاجتين. بين الزمن وبين السرعة. معنى كده اللي قدام ديت اسمها سرعة. منتظمة. ولما يكون السرعة منتظمة. معنى كده هيطلع لي العجلة بكام بسفر. هنبص هنا كده. دي بيتحرك بسرعة غير منتظمة بسرعة ايه بسرعة غير منتظمة طبعا عندي هنا رقم اللي هي دال علاقة بين الزمن وبين ايه بين العجلة ايه بس صح عندنا كده اللي هو العجلة اللي هي مقدرة سفر اللي هي مين رقم مين رقم بيه في الاشكال البيانية التالية مدين مجموعة من الاشكال فبقول لي هنا رقم واحد الشكل يا ترى مين يمثل حرك الجسم بعجلة منتظمة مجابة عجلة منتظمة ايه مجابة عجلة يعني ادور علاقة بين حاجتين. بين الزمن وبين السرعة. الزمن والسرعة وفي نفس الوقت هنا ايه? بتزداد سرعته بمقادير متساوية في ازمنة متساوية. يبقى القدام ده اللي هي رقم مين رقم به. يبقى الشكل رقم مين رقم به. الشكل مين يمثل سيارة استخدم قائدها الفرامل حتى توقفت. طالما استخدم الفرامل وتوقفت في النهاية معنى كده دي اسمها عجلة منتظمة اللي هي ايه سالبة. طبعا اللي هي مين اللي هي رقم مين رقم الف. عشان دي اتعلاقة بين حاجتين بين الزمن وبين ايه وبين السرعة. وهنا طبعا ازا ما احنا شايفين السرعة ما بتقلم معانا هنا بمقادير متساوية. تمام? في ازمنة ايه متساوية. الشكل مين يمثل حرك الجسم بسرعة سابتة؟ سرعة ايه? سرعة سابتة. طبعا دي اسمها سرعة ايه? طبعا دي اسمها عجلة منتظمة خلل بقى لنا. عجلة منتظمة مجابة. السرعة السابقة طبعا لو قدام اللي هو مين رقم مين رقم جيم. لما الرقم ده لده عبارة ايه? ده علاقة بين حاجتين? بين الزمن وبين ايه? وبين المسافة يبقى هنا جسم ايه? جسم ساكن. انما ده اسمها ايه? سرعة ايه? سرعة سابتة. ايه العلاقات البيانية الاتية تعبر عن حال الجسم يتحرك بعجلة. وامتى الجسم يتحرك بعجلة? لما الجسم اللي عندي يتحرك بسرعة غير منتظمة. طبعا عندي هنا رقم الف. هنا علاقة بين الزمن وبين المسافة. وعند هنا طبعا عندي اسمها ايه? سرعة منتظمة. لان هنا علاقة بين مسافة وايه? وزمن زي ما احنا قلنا وخط مستقيم. يبقى هنا بيمر من نقطة الاصل بدي اسمها سرعة ايه? سرعة منتظمة. يبقى هنا العجلة بسفر ما يفعش معنا. عند هنا الرقم بيه? علاقة بين حاجتين بين الزمن وبين اللي هو السرعة. وعند هنا خط مستقيم يوازن اللي هو محور الزمن. يبقى هنا اللي قدام اسمها سرعة ايه سرعة اللي هي منتظمة يبقى ايزان بردك العجل هنا ايه العجلة بسفر ما ينفعش معنا هبص على رقم جيم رقم جيم علاقة بين الزمن وبين المسافة يبقى هنا بتكلم على سرعة طيب هل دي سرعة منتظمة لا طبعا سرعة ايه غير منتظمة ايزان ديهات الاجابة الصح لان هنا سرعة غير منتظمة هيدين ايه قيمة للعجلة هبص على رقم دي هنا علاقة بين حاجتين بين الزمن وبين اللي هي المسافة يبقى اللي قدام ده عبارة جسم ايه جسم الساكن يبقى الصح عندنا اللي هو مين رقم دي في الشكل البيانة المقابل تكون سرعة الجسم نقط متر كل ثانية بعد مرور عشرين سانية من بدء الحركة وبيستنع لمين بيستنع للسرعة وبعدها ده ايه بعد عشرين ثانية فين عشرين ثانية ده الزمن ده السرعة ده عشرين ثانية تمام هعمل ايه بالمصدر بتاعت كده هبدأ اعمل خط هطلع الرأس كده لحد ما اوصل لمين اللي هو الخط اللي قدامي كده وبعد كده هروح عند مين هروح عند السرعة او بالشكل ده اختار الرقم اللي هنا لو انا كام اربعين بختار مين اللي هو اربعين متر كل ثانية منطق الوساطة من الشكل بيانه المقابل يكون الجسم ساكن في الفترة يا طرى مين تعالوا بصو على الشكل هنا دع علاقة بين حجتين بين الزمن وبين السرعة عند هنا الجسم هنا السرعة بتاعته عملة تزداد من اول هنا لحد هنا السرعة بتاعته اصبحت ثابتة بعد كده سرعيته بدأت L هنا وصل لسرعيته كامل الى السفر اصبح هنا جسم ايه جسم ساكن في الفترة من اول X لحد مين لحد ال Y بعد كده سرعيته بدأت ايه تزداد ايه مرة تانية هو عوز مين جسم ايه ساكن يبقى نختار من اول ال X مين لل Y ال X لل Y يعني اللي جابه رقم جيم في الشكل بيانة مقابل تتحرك السيارة بعجلة منتظمة موجبة خلال كم ثانية تعالوا نبص على الشكل كده دي علاقة بين حاجتين بين الزمن وبين اللي هو السرع وعاوز هنا عاجلة منتظمة موجبة طبعا نختار من اول ال B الى ايه الى السي لان هنا سرعة اللي هو السيارة او سرعة الجسم اللي عندي ده بتزداد بمقادير متساوية في ازمين ايه متساوية يبقى عندي هنا من اول ال B من اول الجزء ده كده لحد مين لحد السي انزل عموك كده او بالشكل ده طب الفترة ديت هنا كان كام طبعا ده عشره ده كام اللي هو عشرين في النص كام خمستاشر وهنا كام تلاتين ها هو بيكلم العالمين على الزمن هترحهم بعض هنا تلاتين وهنا كام خمستاشر يبقى تلاتين هترح منه خمستاشر الفضل اللي كام خمستاشر يبقى نختار رقم به يبدأ السائق في الضغط على الفرامل عند النقطة يطرى مين هو فين السرعة بتاعت بداية تقل هنا من اول ال D تمام الى ان توقف خالص فين اللي هي عند النقطة E وهنا بقول لي هنا بيبدأ يصاق في الضغط على الفرامل يعني السرعة بدأ يتقل معي طبعا بدأ يتقل عند النقطة مين عند النقطة دي يبقى نختار الهياد دي الشكل البياني نقط يمثل حرك الجسم بسرعة منتظمة لفترة زمنية يبقى اول حاجة ايه سرعة مين سرعة منتظمة وبعد كده ثم حركته بعجلة منتظمة مجابا طب هنا ما دينا علاقة بين الزمن وبين السرعة كلها بين الزمن وبين السرعة وعاوز هنا البداية مين سرعة منتظمة طبعا هنا الاول ديات ايه ديات عبارة وبعد كده عجلة عجلة منتظمة ايه مجابا ايه مرة تانية بس بيختلف عن بعضه في القمية بتاعته فأصبح غلط هنيجي هنا ده دي عبارة عجلة منتظمة سالبة ثم إيه ثم سرعة إيه سرعة اللي هي سابط فأصبح خلط يبصح رقم بي الشكل بين المقابل يعبر عن حركة دراجة حدث سقب في إطارها اتخرمت يعني استغرق إصلاحه يطار كم ديئة تعالى نبص على الشكل كده دي علاقة بين الزمن وبين اللي هي المسافة بالكيلومتر فأنا عندي هنا كان هنا زي ما احنا شايفين مسافة والزمن يعني بأتكلم على سرعة هنا السرعة عملت زيد معانا عملت زيد معانا وبعد كده من أول النقطة ديت إلى النقطة ديت اللي حصل أصبح الجسم هنا ساكن توقف معنا كده بيصلح مين بيصلح اللواء إطار مين اللي هو الدراجة بعد كده من أول هنا لحد هنا السرعة بدأت إيه تزداد إيه مرة تانية يبقى نختار من أول هنا لحد هنا طب هنا أجيبها إزاي هبدأ أنزل عمود من أول النقطة دي كده اللي هي أربعين تمام لحد النقطة ديت اللي هي كام اللي هي ثمانين يبقى من اول هنا لحد هنا هطرح الاتنين من بعض يطلع لكيه ما يطلع لاربعين في الشكل البيانة المقابل تكون سرعة سيد نقط سرعة علاء بعد اتنين ونص ثانية يا ترى عاوزين هنا علاقة بينهم هما الاتنين تعال نجيب اول حاجة اللي هي سرعة مين سرعة سيد كده يبقى اول حاجة سرعة سيد السرعة بتساوي ايه عين بتساوي فيه علازين تعال نعود عندنا فيه كم بالنسبة لسيد هنبدأ بالسيد ده سيده تمام اول حاجة اللي هو هنبدأ به بالمسافة المسافة هي جبه منين همشي كده خلي بالي عند مين سيد خلي بالنا همشي كده هوصل لكامل لاتنين يبقى عندي المسافة بكم باتنين وهنزل كده كام اتنين ونص يبقى عندي السيد اتنين على كام على اتنين ونص هنجي بعد كده المين الى اللي هو علاء علاء عندنا بعد كده يبقى الحاجة التانية عندنا سرعة علاء القانون عندنا نفس القانون قيم تساوي فيه على زين تعال نعور كده عندي هنا فيه بالنسبة العلاقة ده علاء اهو عشان اجيب المسافة همشي كده وصلت كام واحد على على كام على الزمن كام اتنين ونص يبقى ده واحد على اتنين ونص هنقسم ده على ده كده ونشوفها مع بعض كام يبقى عندنا اول حاجة هي سرعة مين سرعة سايدة اتنين على اتنين ونص يبقى عندنا اتنين على اتنين ونص هيطلع الناتج عندنا تمانية من عشر ده والحاجة يبقى ده تمانية تمانية من عشرة متر كل ثانية عشان ما اجيب سرعة تعال نشوف كده علاء علاء عندنا كام على كام واحد على اتنين ونص واحد على اتنين ونص هيطلع لي كام اربعة من عشر اربعة ايه من عشر يساوي أربعة من عشرة متر لكل سنة طب هنا بقول ليه في السؤال بقول لي هنا تكون سرعة سايب بالنسبة لعلاقة دي نص ولا نفس ولا ضعف ولا ثلاثة امثال زي ما احنا شايفين ده 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 مرتين النتج اللي عندنا كام ثمانية من عشر النتج اللي عندنا كام أربعة من عشر يبدأ ده ده ايه مرتين يعني ضعف بنختار مين اللي هو ايه الضعف في الشكل المقابل النسبة بين سرعتين حركة الجسمين عين ايه على عين بي ده ايه وده بي يطرق بتسوي كده ما بديين هنا ايه مجموعة منين من الارقام يبقى اواس هنا النسبة بين حكاتين بين السرعتين فنبدأ كده ايه بي اللي هو بي يبقى اول حاجة هنجيب سرعة من بي احنا عرفين السرعة بتسوي المسافة على اللي هو ايه الزمن تعال نحسن ما مع بعض كده ده الايه عندنا المسافة هماشي كده كام ثلاثة على الزمن كام لو ايه واحد يبقى ده ثلاثة على واحد تعالي نشوف اللي هو البي عندنا عين بالنسبة للبي بيساوي المسافة على الزمن تعالي نحسابه مع بعض ده البي همشي كده عشان اجيب مين المسافة اللي هو اتنين على انزل كده اللي هو كام اللي هو الزمن يبقى اتنين على كام على ثلاثة اتنين على ثلاثة اجيب النسبتين دول يبقى عندي بتساوي اللي هو عين ايه على عين بي اللي هي عبارة عن ده فوق اللي هو كم ثلاثة علا واحدة يعني فقة ثلاثة على كم تحت اتنين على ايه على تلاتة هنعملها ازاي ديت هنعملها بالاقي الحزب مع بعض كده نعملها مع بعض كده بالاقي الحزب اول حاجة فوق كم ثلاثة تمام هنزل تحت هنزل تحت بأن نبدأ من الاول تاني بعد كده نكتفق كم ثلاثة وانزل تحت تحت كم بقى هابدأ اعمل علامة دي تاني مرة تاني ها واخلي فوق كم اللي هو اتنين اتنين ها وانزل تحت كده على كم على تلاتة بعد كده هارجع ها هارجع في العلامة اللي هي الاصلية بتاعتنا وقوله ايه بيساوي كم بيساوي تسعة على كم تسعة على اتنين يبدو اختار تسعة على اتنين اللي هي اللي جابه رقم الف استغرقت سيارة تلاتة سانية لتصل سرعتها الى عشرة امثال سرعتها الابتدائية تعال مع بعض كده اول حاجة الزمن عندنا هنفترض ان السرعة الابتدائية لايه عين واحد بايه اسمها سين مثلا نفترض او عين اي حاجة نخطرها هنفترض ان عين واحد اسمها ايه اسمها سين يبقى معنى كده ان عين اتنين قال لي قدها كم مرة عشر ايه مرات يبقى عشرة بسين فان السيارة تتحرك بعجلة قيماتها العددية نقط سرعة الابتدائية يطرق قد ايه بالنسبة لسرعة الابتدائية الرابع ولا النص ولا ثلاث امثال ولا ضعف القانون بتاعنا بيقول ايه النجيم بيساوي عين اتنين ناقص عين واحد على دير تزين تلان عوض عندي عين اتنين بكام بعشر سين وعند عين واحد بكام ناقص عين واحد بكام بسين وعند زمن بكام بتلاتة تعال نخلص ديكتما مع بعض دي معناها طبعا دي اشارة طرح يبقى هنا في واحد ناقص العشرة يطلع لي كام تسعة سين ما اسم على كام على تلاتة لما اسم دعلي ده يطلع لي كام هيطلع لي اللي هي جيم بيساوي تلاتة سين يبقى دا قم مرة طبعا السين ده ليه مين اللي هي عين واحد خلي بنا سين اللي هي مين اللي هي عين ايه عين واحد معنا كده ان العجلة قدي تلات مرات اللي هي مين اللي هي عين ايه عين واحد يعني قديها تلات مرات يعني ايه تلات امثال النسبة بين السرعة النهائية اللي هي عين اتنين والسرعة الابتدائية اللي هي عين واحد الجسم يتحرك بعجلة منتظمة مجابة احنا عارفين عجلة منتظمة مجابة معنا كده ان عين اتنين اكبر منين أكبر من أين واحد أكبر من الواحد يبقى الإجابة بديدة صحة إنما هي طبعا لو هي أقل من الواحد بمعنى كده بيتحرك بعجلة منتظمة بس إيه بيكون سالبة في الشكل المقابل مقدار سرعة الجسم في الفترة بي سي يساوي مقدار نقط له في الفترة اي بي طب تعالي أول حاجة عندنا هو بيكلمنا على مين مقدار السرعة في خلال الفترة اللي هي البي سي هنا علاقة بين حاجتين بين الزمن وبين اللي هو المسافة مسافة وزمن وعند هنا خط يواز اللي هو محور مين اللي هو الزمن معنى كده الجسم اللي قدام ده جسم ايه جسم ساكن يبقى عند هنا جسم ساكن يعني هنا السرعة بتاعته كام بسفر يبقى عند هنا السرعة بتاعته اللي هو بيسألنا عليها بكام اللي هو بيساوي مقدار يعني هدور على الحاجة اللي بسفر بقى بيساوي مقدار مين خلال الفترة اي بي طب اي بي ديت لي عبارة مين جسم هنا بيتحرك بسرعة اللي هي ايه منتظمة طالما السرعة منتظمة معنا كده العجلة هيكون بكام بسفر تمام؟ يبقى هنا بيساوي مقدار اللي هو مين اللي هي العجلة اللي هو في الفترة A-B يبقى نختار مين اللي هي العجلة عشان العجلة في الحالة دي تنعم من أول هنا لحد هنا تطلع لبكام بسفر عشان الجسم بيتحرك بسرعة منتظمة إذا تحركها جسم بسرعة ابتدائية مقدارها 500 لكل ثانية يبقى دي يتعبارها نين واحد تبقى للعلاقة اللي هي قدامنا دي فإن السرعة النائية للجسم يطارها هيتساوي كام؟ تعال نعملها كده مع بعض يبقى عندي هنا اللي هي احنا عارفين إن جيم بتساوي عن 2 نايس عن 1 على دلتزين قال لي هنا اي قال لي هنا الجسم هنا بيتحرك بسرعة ابتدائية كام 5 متر كل ثانية طبقى للعلاقة اللي قدامنا دي طب هناشلها واكتب إيه القمة بتاعتها يعني شي للي هو الجيم لأن ده بيساوي ايه نفس القانون اللي السائل عليه يبقى هنا جيم بيساوي الرقم اللي هو مدوني اللي هو كام كام على كام عشرة على اللي هو ايه دلتزين طب العشرة اللي قدام دي يتنا ما هو اللي ده بيتساوي ده خلي بنا العلاقة دي بيتساوي العلاقة اللي هو مدهاني اللي فوق ده كده طبعا ده هو ده وده هو ده يتفضل اللي هو العشرة العشرة ده العشرة اللي هي فوق نية ديت انه بيتساوي ايه القيمة ديت يبقى عندي ده بيتساوي ده وده بيتساوي ده وده بيتساوي ده يبقى معنا كده العشرة بتساوي كام اللي هي عين اتنين نايس مين نايس اللي هي عين ايه عين واحد طيب حلو قوي قال لي هنا في السؤال ايه عين واحد بئذ كم بخمسة إنه عين اثنين ناقص عين واحد بيأتسوا كامل الأول بيأتسوا عشر حلوة أوي أنا أشيل القيمة دي كده وقت میں كان كام اللي هو ميددهن اللي هو كام اللي هو خمسة بمعنى كده عين اثنين ناقص خمسة بيأتسوا كام بيأتسوا عشر طب دي عشان أتخلص منها أعمل إيه هوقدي القيمة دي كده اللي يما التاني باعقص الإشارة بتاعتها يبقى عين اثنين بيساوي عشرة وودي ده بعكس اشارتها زائد كام زائد خمسة هيطلع لي كام يبعين اتنين بيساوي خمستاشر متر لكل ثانية يبقى نختار مين خمستاشر يبقى اللي جابة رقم مين رقم ديال سوما تحته خط عندما يتحر الجسم بسرعة منتظمة فان المسافة التي اقطعت تتناسب نقط مع الزمن اللازم لقطع هذه المسافة طبعا بتتناسب ايه؟ بتتناسب ترضيا يعني ايه كلام ده عشان يبقى فاهمين يعني لو عندي علاقة بين حكتين عندنا ده محور السينات ده محور اللي هو السادات عندنا علاقة بين حكتين بين الزمن وبين المسافة لو احنا فاكرين قطع العلاقة بينهم ايه؟ علاقة ترضية بالشكل ده يبقى العلاقة بين اللي هي المسافة وبين اللي هو الزمن علاقة ايه؟ علاقة ترضية اللي هي قطع عبارة عن السرعة تمام؟ دي كتب اسمها سرعية منتظمة فالمسافة اللي عندي هنا بتتناسب طبعا تتناسب مين؟ ترضية مع مين؟ مع هي مع الزمن من رقم اتنين العجلة عبارة عن مقدار سرعة الجسم في الثانية الواحدة طبعا ده اللي هي العجلة اللي ما نجعل رفله و احنا فاكرين عبارة عن مقدار اللي هو تغير سرعة الجسم في الثانية ايه؟ يبقى هنا اشير كلمة اللي هي السرعة وقول له هي تغير سرعة تغير سرعة الجسم في الثانية الواحدة عندما يتحرك الجسم بعجلة مقدارها سفر يبقى العجلة بكم؟ بسفر فان سرعته تكون متغير لا طبعا السرعة بتاعته تكون ايه؟ هكون سابتة سابتة عندما يقطع الجسم مسافات متساوية فيه ازمينة متساوية مسافات وازمينة يبقى نبقى نبقى سرعة منتظمة فهذا يعني أن الجسم يتحرك بعجل ده هنا بيسألنا على مين بيسألنا على العجلة طبعا في الحالة دي طالما السرعة منتظمة معنا كده العجلة يكون بكام بسفر فهنا بعجلة بكام اللي هي بسفر مقدارها بسفر السيارة التي تبدأ حركاتها من السكون تتحرك بسرعة منتظمة السيارة عندنا اللي هي تتحرك بيه من السكون يعني عين واحد بسفر معنا كده إن عين اتنين أكبر من عين واحد في الحالة دي تنغب سميها عجلة منتظمة موجبة عجلة منتظمة موجبة علشان عين اتنين أكبر من عين واحد السرعة المنتظمة هي كمية فيزيائية تعبر عن زيادة سرعة الجسم بمقادير متساوية في أزمينه متساوية طبعا أنا أعرف مين اللي هي العجلة المنتظمة موجبة العجلة المنتظمة الموجبة عندما يتحرر الجسم بعجلة سالبة فهذا يعني أن سرعته النهائية ليه عين اثنين تساوي سرعته الابتدائي ليه عين واحد لا طبعا بيكون عين اثنين مالها أقل من ايه أقل من عين واحد أقول له أقل من أقل من ده علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلمة خطأ أمام العبارة الخطأ مع التصويب رقم واحد العلاقة البيانية المسافة والزمن للحركة المنتظمة بسرعة سابتة حركة منتظمة بسرعة ايه سرعة سابتة يمثلها خط مستقيم يوازي محور الزمن ودلوقتي يعاوزين هنا سرعة سابتة وفي نفس الوقت هنا يوازي مين محور الزمن طب دي علاقة بين ايه وإيه ده علاقة بين حاكتين بين اللي هي السرعة والزمن يبقى شير كلمة المسافة وخليها سرعة لو احنا فاكريين محور اللي هو السينات محور السينات ده اللي هو عبارة عن اللي هو الزمن ده زين وعنده هنا عين عين اللي هي السرعة كان عندي خط مستقيم يوازي مين يوازي محور السينات اللي هو الزمن تمام دي بس ما سرعي سرعة سابتة عندما يتحرك الجسم بسرعة سابتة اللي هو قدامنا ده فاذا يعني انه يتحرك بعجلة لا طبعا طبعا في الحالة ديت اه العجلة بيكون بكام بسفر او هنا ممكن اشيل اللي هي سرعة اللي هي السابتة دي اتنا وخلها سرعة ايه اللي هي متغيرة متغيرة طبعا اول عبارة دي اتغلط والتانية ايه غلط دي غلط ودي غلط اذا بدأ جسم حركته من السكون يعني عين واحد بسفر وبلغت سرعته عشرة متر كل سنة دي عبارة عن عين اتنين خلال اتنين سنة ده الزمن يكون التغير في سرعته يعني هنا بيسألنا على مين على العجلة احنا عارفين ان نجيم بتساوي عين اتنين ناقص عين واحد يبقى شير اللي هي العشرين وقت مكنها ايه عشرين متر كل سنة وقت مكنها خامسة متر كل سنة تربية وطبعا عبارة ايه العبارة غلط يتحرك الجسم بعجلة منتظمة عندما تكون سرعته النهائية لعين اتنين مساوية لسرعته الابتدائية طبعا هنشيل كلمة اللي هي العجلة واجتب مكانها ايه هاجتب مكانها اللي هي السرعة يبقى يتحرك الجسم بسرعة منتظمة عندما تكون سرعته اللي هي النهائية مساوية لسرعته ايه الابتدائية متى تكون القيم التالية مساوية للسفر امتى تساوي السفر رقم واحد مقدار العجلة التي يتحرك بها جسم ما امتى العجلة تسوي سفر لما الجسم عندي يتحرك بسرعة ايه منتظمة يبقى عندما يتحرك الجسم بسرعة منتظمة او بسمها سرعة ثابتة رقم اثنين السرعة الابتدائية الجسم متحرك السرعة الابتدائية ايه للجسم متحرك الكلام ده امتى لما الجسم يبدأ حركته من ايه من السكون عندما يبدأ الجسم حركاته من السجون السرعة النهائية لا يعني اتنين لجسم متحرك ام تتسوي سفر؟ لما الجسم يتوقف عندما يتوقف الجسم عن الحركة وضح بالرسم البياني رقم واحد حرك الجسم بسرعة منتظمة ثم التوقف عن الحركة من العلاقة المسافة والزمن يبقى عندي علاقة بين حاجتين اول حاجة دي رقم واحد اول حاجة عندنا اللي هو الزمن والمسافة عاوزين اول حاجة ايه؟ الجسم يتحرك عندي بسرعة ايه؟ منتظمة سرعة منتظمة يبقى يرسمها بالشكل ده يبقى يقطع مسافات متساوية في ازمانة متساوية بالشكل ده تمام؟ بعد كده اللي يحصل ثم التوقف عن الحركة طالما توقف عن الحركة هعمل خط مستقيم يوازي محور السينات يبقى كده ديت اول علاقة عندنا العلاقة التانية حرك الجسم بسرعة منتظمة من العلاقة السرعة والزمن المرادة هنا الزمن وهنا ايه؟ عين اللي هي ايه؟ السرعة عواز مين؟ هنا سرعة ايه؟ سرعة منتظمة السرعة منتظمة اعمل خط مستقيم يوازي محور السينات وبالشكل ده يبقى يتعبارا ايه؟ سرعة سرعة منتظمة او ممكن اقول عليها العجلة في الحالة طبعا ديتنا ها بيتساوي سفر هنيجي بعد كده رقم ثلاثة حرك الجسم بعجلة قيمتها سفر من العلاقة السرعة والزمن يبقى عند العلاقة هنا ده عبارة عن الزمن وده عبارة ايه؟ السرعة اعاوز العجلة بكام بسفر هعمل خط مستقيم يوازي محور السينات لان هنا في الحالة ديتنا ها السرعة هكون منتظمة وطالما السرعة منتظمة هيكون عندي العجلة بيتساوي سفر دي رقم ثلاثة رقم اربعة دي رقم اتنين رقم اربعة حركة الجسمة بسرعة غير منتظمة اللي يبقى ساميها حركة معجلة يبقى عند هنا رقم اربعة رقم اربعة طبعا هنا في رسمتين هنخليها ديت رقم اربعة في رسمتين عندنا انا عندي هنا اول علاقة بين الزمن وبين اللي هي المسافة ممكن نعمل له علاقة كده دي كده اسمها سرعة ايه سرعة غير منتظمة سرعة غير منتظمة او بسميها حركة معجلة طب ممكن نعملها بطريقة تانية عند هنا برضا اللي هو زين اللي هو الزمن وعند هنا ايه فيه اللي هو ايه المسافة دي رقم اربعة برضا خليب انا تمام؟ هعمل له خط متعرج ما هو بالشكل ده دي برضاك سرعة ايه؟ سرعة غير منتظمة حركة ايه؟ حركة معجلة هنيجي رقم خمسة حركة الجسم بعجلة منتظمة موجبة حركة منتظمة ايه؟ موجبة نبير رقم خمسة عشان نعمل حركة منتظمة موجبة سرعة النهائية اكبر من السرعة الابتدائية دي اسمها ايه؟ عجلة منتظمة موجبة رقم ستة حركة الجسم بعجلة منتظمة بسرعة ايه؟ سالبة يبقى رقم ستة عشان نرسم له العلاقة اول حاجة محور السينات دي السينات بعد كده الصدات دايما محور السينات بحط عليه الزمن عند هنا الزمن عند هنا الصدات بحط عليه السرعة هنا مرة دي عجلة تناقصية سالبة فعمل له خط بالشكل ده طبعا في الحالة دي هنا هتكون عين اتنين اللي هي السرعة النهائية اقل من عين واحد أعلن لم ياتي رقم واحد يستخدم العلماء الفيزياء بعض وسائل الرياضيات مثل الاشكال البيانية والجداء واليطار ليه؟ أقوله هنا رقم واحد الوصف الظواهر الفيزيائية بطريقة أسهل الحاجة الثانية التنبؤ بالعلاقات بالعلاقات التي تجمع بين الكميات الفيزيائية المختلفة يعبر عن الحركة بسرعة منتظمة في العلاقات البيانية في العلاقات البيانية المسافة والزمن بخط مستقيم مائل يمر بنقطة الأصل يطر ليه يمر بنقطة الأصل أقوله لأن المسافة تتناسب ترضياً مع الزمن طبعاً الكلام ده يمتى لما الجسم اللي عندي يتحرك بسرعة سابتة يعبر عن الحركة بسرعة منتظمة في العلاقات البيانية السرعة والزمن بخط مستقيم أفقي موازي المحور الزمن أقوله لأن السرعة تظل سابتة بمرور الزمن لو احنا افتقرنا العلاقاتين دولت كانت أول علاقة عندنا اللي هي المسافة والزمن عند مسافة وعند زمن ده عند اللي هو الزمن وعند هنا إيه المسافة كان عندي خط مائل بيمر منقطة الأصل كان بالشكل ده ده أصدقائي بيا السؤال الثاني عند هنا علاقة رياضية بين حكتين بين الزمن وبين اللي هو السرعة فأنا كان عندي هنا السرعة بسمية سرعة منتظمة لأن كان عندي هنا السرعة عبارة عن خط يوازي مين محور مين محور اللي هو سنت الجسم الذي يتحرك بعجلة لا يمكن أن يكون متحركا بسرعة منتظمة أقول له لأن سرعة الجسم تتغير بمرور الزمن الجسم الذي يتحرك بسرعة منتظمة تكون قيمة عجلة تحركته بتساوي سفر أقول له الإجابة لأن سرعة الجسم لا تتغير لا تتغير بمرور الزمن لو احنا فاكرين العجلة كابتساوي دلتا دلتا عين على دلتا زين دلتا عين عندي هنا في الحالة دي هتطلع بكام بسفر لأن السرعات بتاعته ايه بيكون سابتة لا تتغير بتغير مين الزمن ما المقصود بكل من رقم واحد الحركة المعجلة لما اجعل رفع بقول عبارة عن الحركة التي تتغير فيها سرعة الجسم المتحرك سواء بالزيادة أو بالنقصان بمرور الزمن رقم اثنين العجلة عبارة عن المعدل الزمني للتغير في السرعة أو مجدار التغير في سرعة الجسم خلال وحدة الزمن تلاتة العجلة المنتظمة عبارة عن العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتغير سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية العجلة المنتظمة الموجبة العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتزايد خلي بلنا من كلمة تتزايد عندما تتزايد سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية العجلة المنتظمة السالبة هو نفس التعريب بس هنا في كلمة هي تختلف اللي هي تتزايد خليها تتناقص يعني اقول له العجلة التي يتحرك بها جسم عندما تتناقص سرعته بمقادير متساوية في أزمنة متساوية ما معنى قولنا أن رقم واحد ميل للخط المستقيم في العلاقة البيانية المسافة والزمن بيساوي 20 متر لكل ثانية هو دروقتي بيكلمنا على مين؟ مسافة عندنا مسافة وزمن ده الزمن وده ايه؟ مسافة وقال لي هنا ايه؟ الخط ايه؟ الخط المائل خط ما يقل بالشكل ده طب الخط المائل ده بيعبر عن مين؟ بيعبر عن اللي هي ايه؟ السرعة وطبعا في الحالات دي تانا السرعة ايه؟ منتظمة فأقول له معناها برقم واحد أقول له الجسم يتحرك بسرعة منتظمة مقدارها اللي هو الرقم اللي هو اللي عليه هو كام 20 متر كل ثانية مقدارها بيسوي 20 متر لكل ثانية رقم اتنين المعدل الزمني للتغير في سرعة الجسم متحرج خمسة متر كل ثانية تربية تعريف ايه ده؟ الجهة تعريف العجلة؟ يبهي هنا اقول له معناها ان العجلة يبهي هنا معناها مقدار العجلة خمسة متر لكل ثانية ايه؟ تربية وطبعا دي عجلة ايه موجبة رقم ثلاثة جسم يتحرك بحيث تتغير سرعته بمقدار خمسة متر كل ثانية كل ثانية يعني هنا مديني السرعة تمام؟ ومديني ايه؟ الزمن يبهي هنا بقى مفروض بكلم على مين على العجلة يبهي رقم ثلاثة طب دلوقتي لو حسبت العجلة احنا عارفين جيم بيتساوي دلتا عين على دلتا زين مديني هنا مقدار السرعة كام؟ خمسة متر كل ثانية يعني خمسة والزمن خلالها دي واحد ثانية على واحد هيطلع لي كام؟ خمسة متر لكل ثانية ايه؟ تربية يبهي معناه ان العجلة بتساوي كام من الرقم ده؟ يبهي هنا اقول له الجسم يتحرك بعجلة منتظمة مقدارها الرقم اللي احنا جبناه اللي هو كام؟ اللي هو بيساوي خمسة متر لكل ثانية ايه؟ تربية رقم اربعة جسم يتحرك بعجلة منتظمة مقدارها عشرة متر كل ثانية تربية مديني هنا العجلة وعجلة ايه منتظمة مديني المقدار بتاعها طيب يبهي هنا رقم اربعة هقول له معناها ان سرعة الجسم تتغير بمقدار الرقم اللي هو مديني اللي هو كام؟ اللي هو عشرة متر في الثانية كل ثانية يبهي معناها بمقدار كام؟ عشرة متر في الثانية ايه؟ كل ثانية هنيك بعد كده رقم خمسة قطار يتحرك بعجلة منتظمة تساوي مجب اتنين لكل ثانية تربيع يبه ديها تبساميه عجلة ايه؟ التزايد دي خلي بالنا برقم خمسة لانها منديني ايه بالمجب؟ يبهي معناها سرعة القطار تتزايد بمقدار اتنين متر في الثانية كل ثانية عشان ديها تعجلة ايه تزايدية رقم ستة جسم يتحرك بعجلة منتظمة بسامرة دي ايه؟ سالبة مقدارها خمسة متر كل ثانية ايه؟ تربيع هنا ايه سالبة خلي بالنا يبهي هنا معناها سرعة الجسم المرة دي يبهي تتناقص خلي بالنا تتناقص بمقدار اللي هو مدوني كام؟ خمسة متر لكل ثانية كل ثانية رقم سبعة جسم يتحرك بعجلة منتظمة تساوي سالب اتنين متر كل ثانية تربيع هنا ايه؟ عجلة ايه؟ عجلة منتظمة بس هنا ايه؟ طبعا ايه بالسالب يبهي ده معناها رقم سبعة اقول له معناها سرعة الجسم تتناقص عشان يداني بالسالب بمقدار بمقدارات دي ايه؟ اتنين متر في السانية كل ثانية رقم تمانية سيارة تحركت بسرعة عشرين متر كل ثانية وبعدها خمسة ثانية اصبحت سرعتها خمستاشر متر ايه في اللي هي السانية يبهي هنا مديني سرعتين اول حاجة كام عشرين متر في السانية وبعد كده ادي ايه؟ خمستاشر متر كل ايه ثانية ومديني الزمن كمان يبهي انا مهنا كده هكلم على مين على العجلة العجلة زي ما احنا عارفين اللي هي جيم بتساوي اللي هي عين اتنين نايس عين واحد على دلتزين طرح انا عوق كده عندنا عين اتنين بكم دي عين واحد ودية عين اتنين بكم بخمستاشر وعين واحد بكم بعشرين يبهي خمستاشر اللي هي عين اتنين نايس عشرين على الزمن عندي اللي هي خلال مين خمسة ثانية يبهي اسم على كم على خمسة اللي فو ده هيطلع لي كم هيطلع لي اللي هو سالب خمسة على كم على خمسة هننزل السالب خمسة على خمسة فالواحد. طبعا الواحدة بتاعتي متر كل ثانية ايه? تربية. يبقى هنا معناها? يبقى هنا اقول له. هنا اللي هو السيارة اللي عندي دي اتناها. اذا السيارة تتحرك بعجلة منتظمة سالبة عشان طلع اللي بالسالبة اهو مقدارها كم مقدارها بيساوي واحد متر لكل الثانية ايه? تربية. يبقى احنا نقول ان هنا العجلة ايه? عجلة سالبة. رقم تسعة. جسم يتحرك بعجلة تسوي سفر. جسم يتحرك بعجلة ايه? تسوي سفر. يبقى هنا رقم تسعة. هقول له معناها ان الجسم يتحرك بسرعة منتظمة. او بسميها سرعة سابتة. ماذا يحدث عندما رقم واحد تتغير سورة الجسم بمقادير متساوية في ازمنة متساوية. يبقى رقم واحد. اقول له معناها ان الجسم يتحرك بعجلة منتظمة. رقم اتنين. يتحرك الجسم بسرعة منتظمة بالنسبة لعجلة حركته. في الحالة ديت هنا هو العجلة هتساوي كم? هتساوي سفر. يبقى له مقدار العجلة يساوي سفر. تلاتة. تكون السرعة النهائية اللي هي عين اتنين لجسم المتحرك اكبر من سرعات والابتدائية. لما يكون عين اتنين اكبر من عين واحد. معناها كده ان بيتحرك الجسم اللي عندي ده بعجلة منتظمة مجابة. الجسم يتحرك بعجلة منتظمة مجابة. رقم اربعة. يتحرك الجسم بعجلة سالبة. امتى يتحرك بعجلة سالبة? لما عندما تتناقص تتناقص سرعته بمرور الزمن. معنا كده ان عندي عين عين اتنين هكون اقل من عين ايه? من عين واحد. رقم خمسة. يضغط سائق السيارة على الفرامل اللي هو بسميه الكابح لتتوقف سيارته بعد فترة زمنية. معنا كده ان السرعة هي يكون بكام? بسفر. يبقى رقم خمسة. تصبح السرعة النهائية. اللي هي عين اتنين. بتسوي ايه? بتسوي سفر. وفي الحالة دي اتنهو طالما السرعة النهائية بتسوي سفر. يعني معنا كده عين اتنين اقل من عين واحد. في الحالة دي اتنهو هيصبح اللي هي الجسم اللي عندي بيتحرك ويصبح الجسم يتحرك بعجلة منتظمة. بس المرة دي ايه بقى سالبة. سالبة ليه? لان عين اتنين اقل من عين ايه? اقل من عين واحد. اه ممكن اقول له لان عين واحد اكبر من عين ايه? عين اتنين. هنكتفي كده بالكم ده. والمرة رجاء ان شاء الله هنحل بيت المسائل. ما تنسوناش من صالح دعواتكم. كان معكم استرطار او الى اللي كان ان شاء الله في حلقة قادمة. وبالتوفير لجميع رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.